منخفض جوي جديد يتمركز في بحر العرب ويمتد إلى ساحل حضرموت والمهرة وصولا إلى عدن ويتوقع أن يستمر المنخفض الجوي حتى الاثنين المقبل مصحوبا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح النشطة هيئة ورصد حضرموت حذرت من توسع أحزمة الحالة الجوية المتوقعة من العواصف الرعضية على هضبة وادي ورياف ساحل حضرموت وتمتد لإجزاء من الساحل الغربي ويرافق تلك العواصف أمطار متفاوتة الشدة ورياح النشطة ودعت السكان في المناطق الواقعة بين وادي حجر والظليعة ورياف غربي المكلة وشبوى وأبيان بعدم السفر والتحرك في هذه الطرق خلال 24 الساعة القادمة إذ يتوقع أن تقطع بسبب السيول الناجمة عن الأمطار وزارة الصحة وسكان وجهت برفع جاهزية المرافق الصحية المختلفة في المحافظات المزمعين تتأثر بالمنخوض الجوي القادم شاملات التوجيهات تفعيل دارات الطوارئ في المستشفات والمرافق الصحية والعمل بخطة الطوارئ المعدة من قبل وزارة الصحة لمجابهة أي كارثة محتملة شكرا 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 شكرا